غير أسلوب الحياة الحمد لله رب العالمين الفريق تغيرت حياته بشكل كبير جدا جدا وسأتي عليكم بعد غير هذا اليوم أنا عضو COC في الشركة يعني في مجلس الأبطال حق الشركة في المجلس الاستشاري اللي يغير سياسات الشركة والحمد لله فرعا الآن في أبوظبي كان بفضل الله ثم بفضل هذا المجلس شباب حتحدث معكم اليوم عن فرصة استثمارية من أقوى الفرص الآن الموجودة وسأخبركم لماذا هذه الفرصة جدا قوية لكن اسمعوا قبل أن أغوص معكم في الأعماق هذا المشروع أول شيء هذا المشروع ينقسم الاستثمار فيه إلى قسمين حتى بعض الأخوة أريدهم يفهموا من البداية شوف في قسم ستدخل في هذا المشروع أنت مستثمر حتكلم اليوم عن المتافيكس فقط أنت تدخل مستثمر أن تشتري أصول رقمية وأن تدخل في هذا العالم الرقمي الاستثماري إيش معنى مستثمر؟ مستثمر ضع فلوسك وبإذن الله المشروع حيشتغل تقرية بعد خمسة أشهر من الآن وبإذن الله تنتحرد كرة الثل الطريقة الثانية التي ستتكلم عنها كل أخير لمن أراد في واحد يقول لك أنا أريد أستثمر فقط أنا فقط أريد أستثمر وفي واحد يقول أريد أستثمر أم أسور التسويق في هذه الشركة اختياري وليس إلزامي لا أحد أنا سبعت العلومات واحد يقول أنتم تجبرون الناس على التسويق لا أبدا لا يوجد أحد هنا يجبرك على التسويق أنت هنا تدخل في هذه الشركة مستثمر تشتري أصول رقمية التسويق خيارك التسويق قرارك الإخوة اللي أخذوا المرسيديس والشقة والإيرادات المالية هذول المسوقين خلص لكنه اختيار وليس إجبار فهذه النقطة أحب أن أبه عليها من البداية حتى يعني ما يأتي إنسان في نصف المشروع وبعدين يقول أنا فهمت خطأ تمام؟ طيب حباب في شركة اسمها مصنع النجاح اسمها مصنع النجاح هذه الشركة إخوان مقرها هولندا في أمستردام طبعا إخوان أنا زرت هذه الشركة الشركة يعني في برد من أبراد رجال الأعمال مقرها ثلاثة أدوار موظفينها فوق مئتين شخص شركة قوية عندها الرؤسة التنفيذية عندها المطورين عندها المنتجين عندها المحامين عندها المحاسبين عندها القانونين والآن هذه الشركة عندها مقر كبير وقوي جدا في أمريكا فتح قبل أسبوع تقريبا فتح هذا المقر ودش بحفل ورأيتم كلكم الصور في القروبات وعندها مقر في أبوظبي تم افتتاحه في نهاية سبتمبر الماضي ولكن الآن ما زال في طور تجهيز وتأسيس المكان والتوظيف وبإذن الله أول ما يطلق هذا المشروع إن شاء الله إحنا كنا مرتبين في نهاية هذه السنة أن مقرنا في أبوظبي يدشن ويفتح هناك بعض الظروف واجهتنا لكن بإذن الله أنه يتم في مقر موجود للشركة أيضا في أستونيا والشركة تعتبر جدا قوية ولها باع كبير في النتورك طيب شباب من أكبر الأشياء التي تعيق الناس تعيق الناس هم التجارب السلبية اللي مرت على الناس الشركات السلبية شركات الوهم شركات النصب شركات شركات اللي مرت على الناس وهذا حق من حقوقهم نظرا للنتائج السلبية التي حصلت على الناس أكثر شيء يسألون للناس عنه هو موثوقية ومصداقية الشركة تمام مصرع النجاح لها سجل تجاري موجود تابع لوزارة التجارة الهولندية وهذه الشركة هي أصلا شركة تعليمية تدريبية تطويرية ولكن عندها منتجات حصرية فيها هي تقوم تسوقها فسوقت سابقا عملة رقمية وهذا ترخيصها ثم تسوق الآن فوريكس إنسايدر وهو روبورد وثم تسوق منتج فيو الذي له علاقة بالمتافيرس اليوم إحنا سنتكلم عن هذا المنتج عن هذا المنتج القوي الذي أفسبح الآن هو مالئ الدنيا وشاغل الناس أوكي شباب طيب موثوقية الشركة حتى نتأكد من موثوقية الشركة رقم واحد الشركة مرخصة بسجل تجاري تابع لوزارة التجارة الهولندية خاضع لمعايير الاتحاد الأوروبي ويعني إذا دخلت على موقع الوزارة عن طريق الويبسايد وتضع هذا الرقم ستعرف إن هذا السجل هو سجل خاص بالشركة طبعا إخوان لما لما تدخل أنت في هذه الشركة وتستثمر مثلا طبعا لا يروح بالك لستمارة مبالقة كبيرة لا وبالغ بروحصة تراب إحنا نتكلمكم عنها وتستثمر في هذه الشركة يأتي عندنا حاجة اسمها توثيك الحساب إيش مع توثيك الحساب ربط هذا الحساب بالآي دي حقك أن يكون هذا تابع لجوازك يعني هل هذا هذا الأموال وهذه الحقوق لك إنت الذي يوثق هذه الحسابات الشركة اسمها شركة أنفيدو اسمحوا شركة أنفيدو شركة بريطانية مركزها الرئيسي في لندن عندها فرع كبير في سان بروسسكو عندها مجموعة فروع على مستوى العالم شركة أنفيدو من أقوى الشركات على مستوى العالم في توثيك المحافظة البقية شركة أنفيدو توثيك محافظ مايكروسوفت شركة أنفيدو عندها ورش عمل مع الشرطة العالمية مع الألاتفر بول في محاربة قسيلة الأموال وتزيير الحسابات شركة أنفيدو اسم سوقي قوي جدا جدا الشركة في توثيق حسابها. ولذلك عندها معيارية عالية في توثيق الحساب. حتى بعض الناس يتضايقون من هذه المعيارية. لكن هذا شيء لحفظه حقوقها. تمام? جانب اخر الشركة اه يعني تعتبر تصنيفها الثالث عالميا حسب موقع في في النتورك. وتعتبر من اقوى الشركات على مستوى العالم دخلا نظاما. وان كنت اقول لكم يعني انا التقيت بالمؤسسين اكثر من مرة. لديهم رؤية ان تكون هذه الشركة اقوى شركة على مستوى العالم في النتورك. واعتقد انهم ماشيين بخطوات تابتة في هذا المجال. اوكي? طيب. اه شباب صوتي واضح يا شباب? صوتي واضح? واضح. اوكي طيب. جانب اخر اه اتمنى يعني من حقك من حقك ان تسأل عن الشركة. وان تعرف مقرها. واي اللي اللي يسأل نعطيه حتى نعطيه بامكانه. بعض الاخوة والاخوات راح يزاروها. وشافوا قوة الشركة ورحبوا فيهم. اذا تعرف احد في هولندا بمتعث اه صديق انت كنت هناك وتريد ان تزور. ابلغنا قبلها حتى ننسك بس موضوع اه الزيارة. اه جانب اخر اه شركة عندها حساب في بنك البرفكت ماني وهو بنك بريطاني شهير. بنك رقمي اه موجود. وتعرفون البنوك ما تعطي اه حسابات الا بعد ما تسجد اه تتأكد من جميع القوائم المالية. جانب اخر وهو الشيء القوي اللي حصل قريبا. انا شركة في شركة فيزا. ما في احد مننا اللي عنده بطاقة صرافي جيبه. مكتوب عليها فيزا. شركة فيزا الان مقرون اسمها باسم هذه الشركة. الان في بطاقة بنكية موجودة بطاقة مكتوبة. اه عليها شركة فيزا واشعار الشركة. وسيسلب لنا ان شاء الله في نهاية هذه السنة. حتى تستطيع تسحب ارباحك الاسبوعية او ارباحك اه بعدين. ولكن ان شركة شركة فيزا اه وضعت اسمها مع اسم هذه الشركة. فشركة فيزا من اقوى الشركات على مستوى العالم. لا تتعامل الا مع الهيئات المالية والبنوك. وبالتالي قبلت ان يكون اسمها واسم هذه الشركة موجود على هذه البطاقة. واستعرضنا اسمها في استعرضنا اسمها البطاقة في في مؤتمر ابو ظبي. وحتى هنا في الزوم. اه اتينا بالصورة. تمام يا شباب? النقطة اخرى هذول المؤسسين لهذه الشركة كريس اونيل. اه في الحقيقة رجال اعمال ناجحين. جيدين. خلوقين. شفافين. اقوياء جدا. حتى بعض المشكلات التي جازت تواجههم بسبب الكوة والشفافية اللي عندهم وعدم خضوعهم لبعض الامور التي اه لا يقبلونها او لا تقبلنها الشركة. فانا انا اعتز اني اعرف اتنين من هؤلاء في هذه القوة. اه والنشاط. طيب. خلونا ندخل الان في الفكرة. الميتافيرس. ماذا نقصد بالميتافيرس? الميتافيرس اليوم انا نزلت في الحالة السعودية تستثمر ستة بليار في الميتافيرس. المملكة العربية السعودية تعتبر الاولى في دول العشرية في الرقمنة. من من الدول الرائدة على مستوى العالم في المجال اه الرقمي بشكل جبار جدا. والان متجهة اه السعودية بشكل كبير الى الميتافيرس. يمكن هي والامارات يعني شادين حيلهم بشكل كبير في هذا المجال سواء كاستمار او اتاحة المجال للاستمار او فرص او فتح الفرص لهذه التقنية الكبيرة القادمة عندنا. الميتافيرس اه هو قديم. لكن ظهر عندنا قريب لما لما المؤسس الفيسبوك حول شركته من اسم فيسبوك الى ميتا. ورجل ذكي ذكي مستفر في الميتافيرس وعارف هو ايش معنى متافيرس. فاول خطوة سواها غير اسمه من فيسبوك الى ميتا. حتى لما تفتح انت الواتس اب الان بحكم ان الواتس اب تمتلكه الفيسبوك. يظهر عندك رقم ثماني ما لنهاية وميتا. هذه هذا اسم ميتا شعار ميتا شعار الفيسبوك اه الجديد. وتكلم وله مقطع شهير في 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 اليوتيوب على انه رصد اسمعوا رصد عشرة مليار دولار لتطوير الميتافيرس. وكانت النظارة حقه. هذه النظارة الشايفين اللي لابسها الولد في الصورة. نظارة الاكيواص. هذه تابعة الفيسبوك. شارتها الفيسبوك. كانت هذه النظارة كنا نشتريها من امازون بالفين ريال. الان نزلت الاصطار الجديد اظهر سعرها خمسة الاف وسبعة الاف ريال. اغلى من الايفون. وهذا الاسبوع نزلت. نزلت بامكانيات خارقة وامكانية جبارة باذن الله هذا الاسبوع انا حطمها من الامازون واشتريها. اذا يا شباب اذا اردنا ان نعرف ما هو الميتافيرس. وفيه كتاب نزل للدكتور اشرف زيدان والدكتور سيف السويدي يتكلم عن الميتافيرس. انا وجدته في معرض الكتاب. فهو عالم قادم. الميتافيرس زي اي شباب. الميتافيرس هي موجة تقنية قادمة. وبعدين ما هي موجة هي شي شي مخيف. يعني شي والله العظيم اخوان شي مهول. هذه التقنية اه القادمة. عارفين لما جت موجة الفيسبوك. وجت عندنا موجة واقع التواصل. موجات تمر. الان عندنا موجة تقنية جبارة اسمها الميتافيرس. طبعا اخوان الميتافيرس هو هو عوالم افتراضية تتواجد بجانب عالمنا الحقيقي. عوالم افتراضية تتواجد بجانب عالمنا الحقيقي اللي احنا فيه. بمعنى ساعطيكم مثال على الميتافيرس والعوالم الحقيقية. تمام? يمكن ان تدخل في هذه العوالم وتتعايش معها على شكل افتار. تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي. الواقع المعزد والذكاء الاصطناعي. الان الواقع المختلف. اه يتفاعل فيه البشر كشخصيات خيالية بعضهم البعض في في فضاء افتراضي ثلاثية الابعاد مشابه العالم الحقيقي. خلونا اعطيكم مثال. خلونا اعطيكم مثال. اه. والله هناك مباراة في اسبانيا بين الريال مدريد وبرشلونة. انا ساكن في الرياض بامكاني البس النظارة. وزميلي ساكن في امريكا يلبس النظارة. ونتواجد انا واياه على المدرجات. نجلس جنب بعض. كتف في كتفه. على شكل افتار. جالسين في المدرجات. على الهواء على الهواء. ونسمع. ونشوف المباراة قدامنا على الهواء. ونسمع الناس ونرى الناس الموجودين. الناس لا يروننا. لانا نحن واقع افتراضي نحن داخلين افتار. بس اي واحد لابس النظارة يراني ويرى اسمي فوق. لان انا اول ما ادخل اعمل لي شكل واعمل لي اسم. فاعيش الملعب. واتفاعل مع الملعب. وارفع يدي واصيح. اقول قول ولا بنتي. ويمكن عن طريق النظارة اعيد البطيء. وانا جالس بيتي. مثال. اليوم انتي اخت الكريمة قررت ان تأخلي في الفستان. تلبس النظارة وتدخل وانتجاز في بيتك تدخل على سوق في اوروبا. او سوق في امريكا. تدخل السوق وتمسي في السوق يمين ويسار وتروحي وتشتلي الفستان. والنظارة تقرأ البار كود. ويشحن الى بلدك بعد ذلك. انت تعيش في شيء رهيب. اولادنا سيحظون. دعونا اتكلم عن هذا بعد قليل. لكن اه بس احب اقول لكم ايش معنا المتفيرس الوقع التلاطي. اوكي? طيب شباب. اليوم اليوم صار عندنا ايش هو? لما تدخل اليوم على بعض الاسواد او بعض المولاة او تدخل اه يعني بعض الملاهي تجد هذه النظارة حاضرة. اه اليوم اه كلنا اليوم اه في بيوتنا عندنا هذه النظارة. اولادنا بناتنا عندنا هذه النظارة. العلمكم شوفوا. طرون اولادنا وبناتنا هذول المراهقين المراهقين. لا مو المراهقين يا عمي روش. روش. هذه زمان. ابناء الصغار. اللي قبل المراهقة. عندهم جوالات الان لمس. جوالات ذكية. اليوم اولادنا زي ما فرضوا علينا الموبايل وفرضوا علينا الايباد وفرضوا علينا. سيفرضون عليك هذه النظارة. وستجد في البيوت كلها النظارات. يا شباب بيل قيتس بيل قيتس. يقول قريبا سنوجع الجوال. قريبا سقول للموبايل باي باي. يا ساتر. معقول الجوال يغادر نعم. النظارة القادمة هذه كل مواقع التواصل فيها. صح النظارة الان كبيرة. جلسين الان يطوروا. قبل نزل النظارة اكل حجما. هيتنافسون في صغر الحجم. كما بدأ الجوال والتلفون الكبير. ثم بدأ اصبح الان صغير. هذه النظارة اليوم هي نظارة الواقع الافتراضي. من خلالها لواقع معزز. من خلالها لواقع المختلط. من خلال يعني انت تعيش في جو كبير جدا. الشركات اليوم اللي تبيع النظارات. يعني شركات متنافسة اليوم في كثيرة من الشركات التي تبيع الان نظارات موجودة في الاسواق بإمكانك ان تشتري. لكن المشروع اللي اكلمكم عنه اليوم يتعامل فقط مع نظارة الاكيولاس حق الفيسبوك. انتبهوا. لا احد يغلط يروح يشتري نظارة ثانية. لا. انت تشتري هذه النظارة فقط. البيضاء. وان كان النظارة الجديدة اصبح السوداء. هذه نظارة الاكيولاس نظارة الفيسبوك اللي مشروعنا نازل نازل عليها الان بإمكانك. وهذه اياديها. واذا اردتها تشتري نظارة. النظارة تشتريها من الامازون وسأتكلم آآ بعدها قليل ان شاء الله. طبعا اخوان للتنبيه. المشروع هذا ليس له علاقة بالنظارات. طيب ايش علاقة المنتج اللي هتكلم عنه انا بعد شوي. اسم منتج فيو. ايش علاقته بالنظارات? علاقته زي زي علاقة الاوبر بالجوان. اوبر مشروع تجاري. يستخدم الجوان. يستخدم موبايل. تمام? كذلك. المشروع فيو. لحكلمكم عنه بعد قليل. بعد قليل. هو هيستخدم النظارة. آآ فقط. استخدم النظارة. لكن هذا المشروع ليس له علاقة لا بنظارات ولا بيع النظارات ولا تغييرها ولا سياراتها ابدا. هو مشروع آآ تقني بامتياز. اوكي شباب? طيب. انا عارف بعضكم يقول يخدخلنا في البزنس. لا 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 خلونا اسوي المقدمة. اخلاص على دقيقتين وخلص المقدمة. تمام? سيصل الدخل هذه دراسة. يعني طبعا اخوان هذا الشعار امامكم هو شعار شعار المشروع. هذا شعار ذفيو. شايفينه? هذا شعار ذفيو. هذا شعار هنا. هذا شعار ذفيو. آآ الشركة او المنتج. هتكلم عنه اسمه ذفيو. اللي جالسين حنا نستمر فيه استثمار كبير جدا. وهو اول مشروع على مستوى العالم من استثمار فيه بالطريقة هذه. فيصل آآ حجم التبادل التجاري في المتافيرس الى ثلاثمئة وتسعين مليار دولار. بحلول الفين وخمسة وعشرين. هناك دراسة اخرى تقول يمكن اتراوح اجمال السوق القابل للمتافيرس. ما بين ثمانية الى ثلاثتاشر تريليون. بحلول الفين وثلاثين. حيث ان من المتوقع اجمالي آآ مستخدمي المتافيرس حوالي خمسة مليارات. اسمع يا رجل. اسمع يا استاذة. اسمعوا هذا الرقم الكبير اللي انت هتدخل تستثمر فيه. اوكي? آآ اؤكد مرة اخرى انا انا لا اقرأ انا ارى 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 عداد الاسئلة. لكني لا ارى ولا لا ارى الاسئلة. ساعراها في الاخير بعدين ويجيب عليكم اتشاطة. طيب. طبعا اخوان احنا احنا عندنا منتج الان. منتج قوي جدا. اسم منتج اه دفيو. اسم منتج اه دفيو. وهو منتج اه قوي جدا. والمنتج هذا اطلق او بدأ في اه فبراير الفين وواحد وعشرين. فالان له قريب من سنتين هذا المشروع. يعني تقيمة له اربعة اشهر. ويكمل السنتين هذا من يوم من يوم انطلق مشروع ذفيو. ايش هو منتج دفيو? منتج اه دفيو دفيو هو منصة مبتكرة للواقع الافتراضي تثبت على النظارات البي ار. وممكن تثبت على غير النظارات حتى. ممكن تثبت حتى على الجوان. لكن لما تلبس النظارة الشي عجيب. بامكانك ان تستخدم هذه النظارة البيو في مجالات مرة جبارة. لكن الجميل على ان هذه التقنية هي التقنية الوحيدة الان على العالم في العالم. تستخدم الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في تقنية واحدة. لا اعرف اي تقنية اخرى على مستوى العالم تجمع هذه الثلاثة تقنية واحدة. هذه النظارة بامكانك عن طريقة الفيو بامكانك عن طريقة الفيو ان تدخل الى مجالات عجيبة على مستوى العالم التي من خلالها يكون البيزنس والاستثمار. الان لو تقول لي حمود وين الاستثمار وين البزنس اقول شو. فلنا نعرف المكان ما هي المجالات شركة ذفيو. يلا عيدوا معايا احفظوا الاسم ذفيو. بل حتى هذه النظارة نظارة ايش? نظارة اكيولانس. من مالكة فيسبوك اصبحت مشهورة الان اسمها نظارة دفيو. نظارة دفيو نظارة دفيو. بحسب قوة هذا الاسم ايش اللي خلاه يسلب هذا يسلب هذا المسمع. طي. المجال الاول الذي نريد ان نستثمر فيه و ندخل فيه من خلال هذه النظارة السياحة حول العالم. شباب كلكم تعرفون اهمية السياحة حول العالم. ما معنى الكلام هذا. اوكي تعالوا. اه كم واحد اليوم على مستوى العالم لا يستطيع ان يسافر يرى جمال الدنيا. ويرى حلاوة الدنيا. ويرى عجائب الدنيا السبع. ويرى اجمل ما على الكرة الارضية. هناك اسباب تمنع الناس من السفر. على رأسها المال. ليس عندهم مال. ثم تأتي بعد ذلك الفيز. الدول الجميلة تطلبون فيز يعقدون فيها. بعد ذلك تأتي الظروف. احروب اوجاع شيء زي كده. لكن بهذه النظارة انت تلبس النظارة. وانت في بيتك. وتزور. لاحظوا ها. اسمعوا الكلام. تزور اي مكان في العالم موجود في ظفيوء. عن هوى مباشرة. اي بامكانك ان تلبس النظارة الان. تلبس النظارة. طبعا المشروع سينطلق ان شاء الله في في شهر فبراير. تلبس. طبعا الان الان البث التجريبين. تلبس النظارة وتزور معالم العالم. ستكون موجود في الحرمين. عن هوى. تكون موجود في الاهرام. تكون موجود في برج ايفل. تكون موجود في برج خليفة. تكون موجود في تاج محل. تكون موجود في جزيرة بالبالي. تكون موجود في الملذيف. تكون على الهوى على الهوى. وانت جالس في بيتك. واكد على انك انت لما تنتقل الى هذه الاماكن لا تنتقل فيزيائيا ليس جسدة. ولكن شكل لك اسمه الافطار بامكانك ان التواجه في الحدائق والمتاحف والسينما والشوارع والمقاهي في نفس الوقت على الهواء مباشرة وترى الناس لا وتسمع أصوات الناس هذه التقنية تقنية رهيبة في مجال السياحة تخيل كم إنسان سيزور عجائب العالم من خلال السياحة من خلال هذه النبارة والشيء القوي الآن على إنه الآن هناك ستر وهناك جونتي قفازات تشعر ببرودة المكان اللي أنت فيه عن طريق الجي بي اس لا وممكن تشم ريحة المكان من خلال بعض المواد الغير الضارة اللي موجودة في النبارات اللي تجمج مع بعضها عن طريق الجي بي اس مخزن الرائحة فيها إذن يا شباب هذه التقنية مهولة جبارة وتخيل بس على أنك أنت ستستثمر في هذا المجال سأريكم طريقة الاستثمار بعد ذلك أليم المجال الثاني مجال الرياضة مجال الرياضة الدائرة المستديرة عشاق الجنون هذه المدرجات العالم كله يلتهب الآن للمباريات تستطيع أن تحضر كل المباريات أي مباراة يعني بإمكانك الآن تحضر مباراة في مباشرة تقفل مباراة الهلال والنصر تكون موجود على المدرجات وتشوف المباراة وتطلع في سيارتك وتحضر مباراة ريال فدريج برشلونا وتصل البيت وتدخل مباراة الدور البرازيلي عن هوا عن هوا وعلى المدرجات تكون موجود للدرجة هذه نعم للدرجة هذه حتدفع تذاكر رمزية رخص هوا للحضور وهذا الملعب الذي يسع ستين سبعين ألف سيسع ستين سبعين مليون لأن المقاعد الإلكترونية المقاعد افتراضية تستطيع تحجزها فتخيل إذا أنت أيضا تستثمر تجاريا لمبلغ لمبلغ رصة التراب في هذا المجال جانب آخر التعلم والتعليم أولادنا بنادنا أحفادنا أكبادنا تمشي على الأرض أكبر شيء إحنا اليوم مستعدين أن ندفعه هو تعليم عيالنا تعليم أولادنا بهذه النظارة ابنك سيحضر دورة لغة إنجليزية في نيوزلندا في أمريكا في نفس اللحظة والمعلم يراه والدكتور يراه في أحد الجامعات سنحضر المؤتمر وولدي موجود عندي وسيراه والمحاضر سيراه جالس أمامه وإسمه فوق وإذا قام أو نزع النظارة يعرف الدكتور سنحضر المؤتمرات الفعاليات أنا شيرت بقات أدخلوا أدخلوا بس على على اليوتيوب وأكتبوا التشريح الطبي عن طريق المتافيرس كيف كيف الطلاب الطب سيرون التشريح شيء عجيب في الواقع في الواقع الافتراضي حقين الهندسة الأمور الشرعية يعني نحن مقبرين على ثورة تعليمية بل أتوقع إن شاء الله وأكاد أجزم أن هذه المدارس الآن الموجودة جدران خمس إلى عشر سنوات من الآن لن تتواجد أو شيء تصبح بأهمية قليلة ليش يعني الآن رأينا رأساء دول يجتمعوا مع الوزراء بالنظارة هذه سيصبح بكرة وزيرة تعليم يجتمع مع مدارسة تعليم لكن يجيبهم عنده في الرياض هيجتمع معهم قدامه غدا مع المعلمين غدا المدير مع المعلمين والمديرة مع المعلمات غدا المعلمات والمعلمين مع الطلاب وتقول المعلمة تقول للطالبات يلا البسوا نظارتكم ونشوفوا الأهرام مباشرة ينتقلون على الهوى يرون الأهرام أمامهم يرون كل شيء التعليم قادم في طفرة أجود 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 بكثير سيتعلمون أولادنا تطبيقات رائعة جدا تخيل أنت تستثمر ماليا في هذا المشروع ألا أتسوق الله أتسوق التسوق تستطيع أنت الآن وخاصة سيدات عشاق التسوق أنك تتسوق مرة علينا بمراحل مرحلة السواق والزوج يتلطع في السيارة ساعة ساعتين أستغفر الله أربع ساعات خمس ساعات أستغفر الله سس ساعات عشر ساعات تمام في السيارة المرحلة الثانية الآن مرحلة أني أدفل على المواقع وأشتري قبل أن يأتي العيد أو قبل أن تأتي المناسبة أشتري الأولادي المرحلة اللي جاية هذا ينهار إيش أقول لكم ما هذا يقول نهار أبيض ونهار أسود المدام لابس النظارة ورافع الرجل على الرجل على الكنبة وتدقهوة ولابس النظارة وإنت يا سيدي نتذكر أنها تشوف سلسل تركي وهي موجودة في قرنسا تختار الفساتين وتضحك إذا ضحكت معناها في أمريكا على طول معناها في أمريكا تشتري الشنطة من هناك إذا رفعت الرجل الثاني على الثاني معناها في كوريا لا يا شباب حتكون موجودين الأسواق تمشي تمشي بالسوق لا شايفين هذا طريقة الصور الأمامكم شايفين هذا الرجل الذي أمامكم هذا التسوق القادم البدلات تطلع وفي خاصية أنك تلبس البدلة تأتي عليك النظارة تعرف تعرف مقاساتك وترى نفسك من جميع الاتجاهات فإذا قررت عجبك اللون وعجبك الشكل وعجبك المقاس بس تعطي أمر النظارة النظارة تكرر الباركود على طول يسحب من بطاقتك لإتمانية ويا ويلك لو بطاقتك لإتمانية عند المدام ويا ويل ويلك تمام يا حريب يا سيدات والله أمزح أمزح أنا عارف العضور هناك كثير من السيدات لكن الحق ما حدث عن كمان أقول إش هو أقول وبعد ذلك تشحن إلى بلدك والذلك المرحلة القادمة ستنتشر شركات التوصيل حتى لمن أراد أن يستثمر شركات التوصيل ستكون من أقوى الشركات على مستوى العالم نجاحا بحكم بحكم المتفرس ليس ليس الملابس فقط الاكسوارات حتى المكسرات ممكن أن تشتري معجناتك ومكسر ومن من إيطاليا وتشحن لك وحتكون سرعة يعني طفرة قادمة في مجال التسوق كبير تخيل كم سوق على مستوى العالم كم مول على مستوى العالم تكون أنت أيضا مستثمر فيه تعال عندنا مجال العقارات عشاق العقار أو قبراء العقار العقارة الآن إذا أردت أن تستأجب غرفة في فندق عم تلبس النظارة ودخل الغرفة وافتح الشبابين ودخل عزاك الله دورة المياه وشوف التلفزيون وشوف القنوات وكل شيء تشتري أرض في أي مكان في العالم عم تليق النظارة تعرف أن الأرض هي السخرية أو رملية أو طينية أو ترابية ستعرف جيرانك وستشبك مع وزارة العدل تبغى تبني تبغى تشتري تبغى تبيع تبغى تستأجر تبغى يعني العقار القادم شيء جبار سواء في بلدك أو خارج البلد من هنا فأنت أيضا ستستثمر في هذا المجال جانب آخر مجال الألعاب وتعرفون كلكم وسألوا أولادكم وبناتكم كيف جننون في الألعاب وهم بالماوس كيف الآن لما يكون هو جزء من اللعبة هو الذي يطيح هو الذي يشعر يعني أنا لعبت عن طريق النظارة الله العظيم الله لا يوريكم ببقى أقول لهم وطلبتهم بأقول لهم أستروا مواجهتهم آآ الله يزيكم خير تمام كمان يعني مجال الألعاب يعني وصل عددهم في أمريكا قريب من سبعين إلى ثمانية سعين مليون شخص يستخدمون الألعاب في الواقع الإفتراضي آآ كمان إخوان خدمات الأعمال سواء في التوظيف في التبادل الخبرات في فتح المحلات التجارية في تأجيل المحلات التجارية كله الآن عن طريق الأفتار عن طريق المتافيز شايفين إخوان هذا الصورة أمامكم هذول الناس أنا سويتها أنا سويتها مع بعض الإخوة والأخوات آآ نحن في دول ومدن مختلفة اجتمعنا مع بعض بهذه الصورة شايفين كل واحد مننا اسمه فوقه وكل واحد مننا اختار لي اسمه شكل وجلسنا على طاولة على الهوى على الهوى ونشرناها لكم في بعض المرات كنا على الزوم معاكم في نفس اللحظة على الزوم معاكم وعرضنا لكم هذه الاجتماعات وهذا اللقاء يا شباب الحاضرون الآن ألف وهناك الآن في نفس الوقت الآن هنا محاضرتين ثانية تخيلوا اقبال الناس محاضرتين ثانية اللي أنا أعرفها بس تخيلوا اقبال الناس على هذا تخيل أنت أيضا تستثمر في هذا المجال القوي والكبير إذن السؤال الذي يطرح نفسه مع هذه القوة في الميتافيرس مع هذا المستقبل القادم مع هذه القوة القادمة أنا أتكلم معكم في هذا المشروع وأنا داخل فيه من فبراير 2021 الآن سأكمل السنتين في هذا المشروع السؤال كيف نستثمر كيف نستثمر بفضل الله الواحد الأحد حققنا كثير من الأحلام المالية وستايل أسلوب الحياة ونجاحاتنا ولدينا أصول رقمية سننقل لكم هذه التجربة كيف تستثمرون في هذه التقنية أوكي أكدت لكم في البداية أن الاستثمار في هذا المشروع نوعين مشروع أن تكون مستثمر فقط ومشروع أن تكون مستثمر وتسومر دعوني أتكلم عن الاستثمار بس الإشخاص الذين لا يريدون لا يسوق ما يسوقوا أبدا يبغى يستثمروا بس نقوله تعال حولك الحين كيف تستمفلوز إيش نظام هذه الشركة شريف فيو إيش نظامها في كسب الأموال أوكي الشركة عندها الآن ما يقرب من مائتين دولة ومدينة وولاية ومجال يقول بإمكانك أنك تدخل تستثمر فيه اسمحوا لي بعض الإخوة يقولوا يا خلاب طول في النقطة هذه لا أنا في تقديري الشخصي هذه الشريحة اللي يفهمها هي أهم شيء في الاستثمار البقية الأخرى ممكن نتعلمها بشكل عادي لكن هذه النقطة هي أهم شيء عشان أتخذ قراري تعال من ضمن الدول الموجودة اللي نزلتها الشركة الشركة نزلت كل دول الخليل من السعودية للكويت الإمارات لقطرة لبحرين سلطنة عمان إلى اليمن إلى الأردن إلى لبنان إلى تركيا إلى مصر وأنت ماشي إلى يعني الشمال أفريقيا وكله من المغرب إلى تونس إلى الجزائر يعني إلى ليبيا الله ما ذهب ليبيا نزلوها أولا ثم تطلع إلى أسبانيا إلى فرنسا إلى أسبانيا فرنسا إيطاليا بريطانيا النرويج فنلندا السويت السويسرا روح هنا عندك روح الكندا روح الأمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية ولايات أمريكا كلها روح إلى أرجنتين روح إلى بيرو روح إلى جزر المالديف روح إلى كولومبيا روح إلى تايلاند روح إلى ماليزيا إلى إلى أستراليا إلى نيوزلندا إلى أندونيسيا إلى روسيا إلى الصين إلى واكستان إلى الهند يعني حتى اوكراني جابوها كان قبل الحرب كانت موجودة اوكراني كانت من ضمن الدول اه الموجودة اللي تم الاستثمار فيها. فاتخيل هذه الدول كلها على مستوى العالم انت بامكانك ان تستمر فيها. السؤال كيف? السؤال الآن يقول كيف? اوكي. هاقول لك كيف? تعال اعطيك مثال. مثال دعونا ناخد دولة من الدول ابغى استثمر فيها. خلوني اختار دولة مصر. ليش مصر يا اخي? والله يا اخي مصر في هالاهرام. يعني مفيش مدرس جغرافيا او تاريخ على مستوى العالم. او باحث او كذا. الا يهمه يعرفه. او سياحي. ايش الاهرام? فلتوقع الزوار الى مصر سيكونوا كثير. كثير. العدد كسر الالف. صحيح يا شباب يا بنات? طيب. طيب. ياتي عندي السؤال. الان انت الان جيت. انت الان جيت واشتريت اصول رقمية في مصر. ايش اللي يصير? ركزوا معي. اي واحد من اي مكان في العالم يلبس النظارة ويزور مصر لأي سبب من الاسباب. سياحية. اقتصادية. تعليمية. اه سياسية. اه تجارية. تسويقية. اه عقارية. لأي سبب من الاسباب الانسان يزور مصر. اي انسان طبعا يزور مصر رياضية يلا عشان اهلي والزماني. اي انسان يزور مصر عن طريق هذا المشروع حيدفع رسوم. رسوم الدخول الى مصر. لكن هذا الرسوم هتكون جدا بسيطة. ممكن عشرة دولار. ممكن اقل. ممكن اكثر. ما 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 تكون كبيرة. ثم اردت ان تدخل المتحف المصري ادفع رسوم رمزية. اردت ان تحلو عبارات الاهل والزماني بتدفع. اردت ان تروح سفاجة تدفع. تروح يعني كل المعالم الجميلة لتخذ زورها لأي سبب مصر انت تدفع لها. ولكن اؤكد المبالغ ليس كبيرة. طيب بعدين بعدين كونك انك انت مستثمر في مصر. كونك انك انت اشتريت في مصر. اي مبلغ يدفع هنا لك منه جزء. لك منه نسبة. اي مبلغ اي مبلغ. ليش? لانك شارع اصول في مصر. طيب يستمر هذا الارباح شهر شهرين العمر كله. يستمر العمر كله. انت تمتلك اصولة رقمية كما تمتلك ارض. هذه اصولة. تمتلك اصول رقمية تورثها العيالة. والشركة عندها سيستم للتوريد. طبعا ان شاء الله بعد العمر طويل وطوله عمل. وستاع بالحياة ان شاء الله. ما يدل اللي يقنق على كل شيء ان شاء الله ربنا يبارك فيها وفي طاعته. لكن خيل اي انسان هزور مصر على طول العمر. ما لم تبيع انت هذا الاصل. فتجيك ارباح العمر كله. خيلوا هذا اول شيء. اي اي شرائكم اي رأيكم? لو انا هشتري اثور رقمية في المملكة العربية السعودية. واو. واو. سألوني سابقا قالوا ايش اكبر دولة تتوقع تزور اه تتوقع يزوروها الناس. قلت سعودية. قالوا ليش? بتقول لكم ليش? انا حزور الاهرام. مرة مرتين ثلاث اربع خمس انتهي. طفش. يا اج 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 اعلى برج على مستوى العالم برج برج خليطة. حزوروا مرة ومرتين وثلاثة وارمع وعشرين وخمسين. بعدين خلاص. ما هزوروا الى احداث. طيب السعودية? كم مرة هزور الروضة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام? او الحرم المكي. بس بس الحرم المكي. تخيلوا بس اخوان يعني اندونيسيا فيها قريب من ثلاثمائة مليون. بس ثلاثمائة مليون. تخيل اذا لبسوا النظارة كم مرة هزوروا الروضة? هتكون موجود في الروضة على الهوى. هيؤذن وانت موجود وتسمع الابان. لا تتوقع انها شاشة جواله قدامك. لا انت موجود. تنظر وراء وتنظر امامك وشوف المصلين يسجدون. على الهوى. فتخيلوا حجم الاستثمار اذا انت شريط اصول في السعودي. او في مكة. او نيوم. او الفارد الرياض. او الاستاذ الملك فهد حق الرياضة. او التسوق. او برج المملكة. او برج الفيصلية. او رج سيمول. او الشواطئ. او اماكن حقون. او مدرجات فيفا. او عسير. او ابهة. او النماز. او الباهة. يعني او الشمال. او الصحراء. او الشواطئ. في السعودية من اول اه العلا. حازور بداين صالح. حازور الاخدود في نجران حازور. يا شباب. مش رأيكم لو انا شاري في سعودية وشاري في مصر؟ لا. وانا شاري في اسبانيا. وانا شاري في اسبانيا. وانا شاري في البرتغال. او شاريكم? وانا شاري في كندا. او شاريكم? وانا شاري في هذه الدول سواء للتعلم او الاقتصاد او السياحة او 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 كل المجالات لا ارباح. ليش? لاني شاري اصول. او تركيا? او تركيا. تركيا. انا شاري ارباح. انا 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 شاري اصول. معنى تيجياني ارباح. الصين? الصين? لو انا شاري في الصين. كم هي الارباح? كم طالب حيUDرس في نيوزلاندا بس. له انجليزية. لو انا شاري في نيوزندل. فاهمين فكرة البزنيس انك تدخل على الان حش على الموقع. تدخل على المواقع وتشتري اصول رقمية. المشروع حينطلق قريب. المشروع حينطلق تقريب بعد خمسة اشهر من الان. فانت تتكلم عن مشروع قادم باذن الله هيكون التفقات النقدية باذن الله الواحد واحد كبيرة. وستعرفون بعد ذلك كباب. قبل ما ادخل على الموقع. قبل ما ادخل على الموقع. يعني الباقات التي انت تستثمرها في باقب الفين يورو. تشتري فيها في اي دولة من الدول. وفي باقب الف يورو. تشتري فيها في اي دولة من الدول. وفي باقب خمسمائة يورو. تشتري بالدول اللي سعرها خمسمائة يورو تحت. وفي باقب بمئتين وخمسين يورو. تشتري بالدول اللي سعرها مئتين وخمسين يورو تحت. وفي باقب مئة وخمسة وعشرين يورو. تشتري فيها في الدول اللي بمئة وخمسة وعشرين يورو تحت. يعني شوفوا الشركة الشركة حتى سمحت للطلاب. اللي صغير يدخل بمئة وخمسة وعشرين يورو. يمكن يمكن سعره الكفر حق جواله. فجالسة تكبر شريحتها وتكبر المجتمع آآ اللي عندها. اهم شيء ان اللي يستثمر عمره طمانتاشر سنة وفوق. بيمكانك ان تشري لأولادكم. انا والله كله اولادي. حطوا الصغار. شرت لهم وضبطوا اموري. صح ان اعمارهم صغيرة لكن ضبطها باسمي بطريقة خاصة. تمام? طيب. العائد من الاستثمار. انت بامتلاكك الاصول الرقمية الثابتة. ستعود عليك ارباح شهرية مستمرة لمدى الحياة. ومتنامية بتزايد التجارب المتاحة بالمنصة. وزيادة اعداد المستخدمين له. وهذه الارباح تستمر وتورث لابنائك وعائلتك من بعدك. اي تدخل في مثال الناس الذين استثمروا في ابل زمان. شركة ابل زمان. اليوم اي ايفون يباع على مستوى العالم لك جزء منه. ليش? انت نايم خلاص. تدخل في منطقة الباسم ونحن واغقين بإلا ان هذا المشروع حيكون من اقوى المشاريع التي اه. اليوم قرأت الخبر السعودية وخبر كل يوم السعودية والامارات هذولة دولتين يا شيخ ماسخين الطبلون في التقنية. ما شاء الله عليهم. تبارك الله. توجه جبار. تنافس كبير. اه العالم كل متجه المتافيرس. لكن بحكم ان انا اهل دول عربية. الان سمعنا عن بنوك وعرقمية وسمعنا عن توجهات. العالم متجه المتافيرس بشكل كبير. المتافيرس الان متجه لدول. والشركات. والمؤسسات. حتى المؤسسات العسكرية. لتقيت مع واحد. اه يعني ما شاء الله يتكلم عن جانب الاستثمار العسكري القادم في المتافيرس. الان في مدن. مدن. تبنى ما اقول الدولة. لكن في مدينة تبنى مدينة متافيرس. في هذه اه الدولة. ستكون مفاجأة صارخة. لهذا العالم. الشركات. البنوك. اه العقارات. بشكل جبار. اوكي شباب. طيب. الحين اقدر اقول لكم. لكن خلوني قبل ما ادخل. خلونا ادخل على موقع الشركة. اسمحوا لي بس. اه لانه الشركة جاها عرض امس. مرة عرض جبار. عرض كبير. فلازم تسمعون العروض الموجودة. عشان لا تفوت عليكم. اوكي. هذا موقع الشركة. انا هدخل عليه. طبعا اخوان كل انسان منكم يستثمر في هذا المشروع. هيكون عنده موقع خاص فيك. هذا موقع الخاص فيني. انا. هدخل من هنا باسمي. هذا اسم حمود. تمام? والرقم السري. هتدخل كل واحد منا هيكون عند هذا الموقع خاص فيك انت. ما حد يعرفون. تدخل هنا. طبعا احنا هندربكم على هذا الايكونان. هنعلمكم عليها على هذا الموقع. مرة مهم تعرفها. مرة مهم تعرفكم. لكن اليوم ما عندنا وقت. انا الان هدخل بس عن دفيو. هذا دفيو فقط. اريكم بعض الاشياء في هذا فيو. منصة دفيو. طبعا هذه المنصة هتم فصل عن هذه الشركة. ما ما اعلان اه في 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 اعلان المشروع ان شاء الله. اوكي. هيركزوا معي على هذه الصفحة الله يخليكم. عشان احتم فيها موضوع الاستثمار ثم ادخل بعد ذلك في موضوع اه التسويق بالله سبحانه وتعالى. الان اخوان عندنا عرض. عندنا عروف. قبل ان ادخل معكم على العروف. انت شايفين هذا مربع شايفينه? اه هرجعله. هرجعله. في عرض باقي منه اربع عشر يوم. وفي عرض تمام باقي عنده اربع عشر يوم. تمام? اه دول موجودة. اه هرجع لها بعد شوي. بس خلوني اقول لكم حاجة ممكن خاصة لجدد هذا الكلام يزعلهم شوي لعلمكم. السعودية تم شراء كل السمهة. للأسف خلصت. الامارات والله خلصت. مصر والله خلصت. يا عمي فرنسا خلصت. بريطانيا اه ايطاليا خلصت. اسبانيا خلصت. تركيا خلصت. المالديف والله خلصت. ماليزيا والله خلصت. هاواي والله يعني شوفوا. اخوان اللي عليه الازرق هذا ممكن تشتريه. اللي ما عليه ازرق. لاحظوا الان جزر فيجي تم البيع. جزر المالديف تم البيع. الاردن تم البيع. المكسيك تم البيع. الحين شوفوا الدول اللي تم البيع. تم شراء خلاص. يعني اقبال كبير على اي اشهم تنزل. تم الشراء. زين? خلاص. اه لا المانيا المانيا باقي والله. المانيا ستة واربعين في المية. يعني المانيا دولة مهمة خاصة في الطن. يعني خلصت. 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 تعال نشوف. اضط هنا على 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 تمام? ونشوف المدن الاخرى. او الدول الاخرى. شايفين? اللي عليها ما عليش خلاص. شو بالسعودية? شايفيني السعودية? السعودية نزل لها الفين وستمائة سهم. تم البيع. باقي. باقي. لسه ما خلصت. الصين. الصين. نزل لها لخمسمائة سهم. تم البيع. تم شراءه كامل. بالكامل. تمام? تعالوا نشوف هنا كمان نزل تحت شوي. شايفين بعض الدول اللي خلصت? كلها خلصت. واللي خلصت هي الدول الغالية. هاد لاحظوا ايطاليا خلصت. هونج كونج في الصين. خلصت. اوكي اوكي اوكي. شو اسبانيا خلصت. روسيا خلصت. شايفين الان يعني انت عندك هادة تركيا خلصت. يعني سبحان الله. بس حوريكم الان فكرة واحد يقول يا عمي حرام عليك. ما يمكن ما يمكن نكسب من الدول اللي خلصت. شوفوا. انك تشتري منها اصول لا يمكن. لانها خلصت. لكن في طريقة انك تكسب منها. شوف المغرب خلصت برده. اه ركزوا معي. هل استطيع اكسب من الدول اللي خلصت? ايه وتستطيع تكسب لكن ما تستطيع ان تشتري اصول رقمية فيها. كذا خلصت. الى الى اليمن واحدة في المية. بس ما خلص. تمام? اذا اذا ركزوا معي الان. هل ممكن الدول القوية والكبيرة هذه اللي خلصت? هل ممكن اكسب منها? نعم. حاوليك الحين كيف تكسب منها? بس ما تشتري اصول فيها. ولكن حاوليك الفرص الموجودة. وركزوا عليها. وسجلوا كلامي. او اكتبوا ورقة او قلم. لان الكلامي هذا كلام مهم. بعدين كمة الجاب بطريقة سهلة. تمام? طيب. ركزوا معي في المنطقة هذه. في هذه المنطقة. في هذه المنطقة. هذه المنطقة انا عندي المناطق. والدول. وعندي المدن. وعندي المجالات. ثلاثة اشياء عندي. ايش معنا الكلام هذا? ممكن انت تكسب من هنا مكاسب جبارة. خلونا ندخل على المدن. اه على الدول. انا الان ضغط على الدول. فيه الان انا حنزل شوي. لاحظوا. لاحظوا يا شباب. خاصة داخلي معنا اول مرة. لاحظوا. ان في دول عليها هذا الشعار. شايفينه? اللي هو كوكب زحل. انا اسف. شايفين الان اللي عليه كوكب زحل. ما معنى اللي عليه كوكب زحل? حوريكم الدول. ركزوا معي. الان لو شريت دولة. عليها كوكب زحل. بس لاحظوا عليها ثلاثة كوكب زحل. بعضها عليها ثنين كوكب زحل. ايش معناه? هذا الحوض اسمه الحوض الكوني. هذي 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 اليونان. يقولك لو شريت الان اليونان. هتجيك ميزة انك تاخد ثلاث اضعاف الاسفم. الاسفم حق اليونان هذي اصلا اصلا هي هي سبعة. الان بهذه الطريقة يعطوك واحد عشر سابع. الشيء الثاني وهو المهم انك لو شريت دولة عليها العرض انت تجيك ارباح من اي من اي من اي مشتريات في الدولة او كل دول العالم حتى اللي خلصها. تمام? طيب ننزل شوي هذا العروض نزلت البارح هذا العروض. آآ عندي الان المانيا. المانيا دولة قوية في الطب. في الطب. المتفيرس في الطب. ابو مروان معي? حبدالله المالكي معي? معي? ايه دكتور معك سلام عليك. اسعد الله مساكي يا ابو مروان كيف حالة? مساكي يا دكتور جميع. الحمد لله. عزيزي اه ايش تقول للناس عن اه تقنية المتفيرس في الطب للمستقبل وقادم. والله التقنية المتفيرس من من التقنيات اللي اللي بدأت تأثر بشكل كبير في الطب سواء في التعليم مثل ما ذكرت دكتور. آآ الآن طلاب الطب يتعلمون بشكل دقيق جدا يعني يعني اعضاء الجسم بتفاصيله واواء الاخرى حتى التشريح اللي يتعلمون الطلاب الطب يتعلمون عن طريق هذه التقنية. ايضا آآ ساعد هذا العلم لطباء في آآ استكشاف كثير من يعني العلاجات للامراضة واستكشاف كثير من التقنيات اللي تساعد على استكشاف المرض يعني مبكر. هذا واحد. الشيء الثالث آآ ساعدهم في آآ العمليات عن بعد يعني يستطيع الجراحين الآن يعملون عمليات دقيقة جدا آآ من من بعد. يكون الطبيب في دولة والمريض في دولة اخرى ويعمل لها العملية الجراحية بكل دماء. الله مصلي وسلم. الله طبعا آآ آآ أنا تقابلت مع طبيب جراح عراقي وسبق وسوينا معه لقاء. هذا الطبيب آآ عنده عيادات افتراضية موجودة في دبي في في العراق في بغداد موجودة في توكيو موجودة في البرازيل ساو بولو موجودة ايضا في او على وشك افتتح عيادة الافتراضية في آآ امريكا في ولاية آآ فلوريدا. هذا الطبيب يستخدم هذه التقنية تقنية الميتافيرس ورابط مع اكثر من مستشفى آآ على مستوى العالم وعنده اكثر من مية طبيب جراح مدربهم على هذه التقنية. يعملون العمليات الجراحية عن بعد. ونتائجها ادق بكثير من من لو عملوها مباشرة. فسألته قلت له دكتور يعني ممكن يعني ممكن تستخدمونا عن بعد بس ليش الدقة تكون اعلى. فذكر انه آآ ان احنا نعمل تصوير كامل للورم مثلا لو كان فيه الغدوة الدراقية للمريض عنده ورم سرطاني جر الله وياكم آآ يقول نعمل تصوير كامل ثلاثية لابعد لهذا لهذا الورم ونأخذه على آآ يعني الموقع حقهم في النظارة الافتراضية ويبدون للطباء يعني يدخلون على هذا الموقع من 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 كل يعني موقع مربوط معاهم سواء في امريكا ولا في المانيا ولا في اي مستشفى خارج خارج دبي ثم يبدون يتدارسون ويتناقشون في افضل سيناريو لازالة هذا الورم آآ بطريقة ما ما يكون فيها آثار جانبية قوية على المريض او ما يكون فيها مثلا آآ يكون في بطايا للورم وغيرها فيقول حتى نصل الى افضل سيناريو ونعمله افتراضيا بهذه بهذه التقنية ثم بعد ما نتأكد من من قوته ونجاحه ودقة دقة نجاحه نعمله اليوم الثاني على المريض بنفس السيناريو اللي وصلنا له فشوفوا كيف يعني اثر هذا هذا العلم وهذا العالم القادم على دقة العمليات طبعا هذا الطبيب آآ الجراح الدكتور مهند الانصاري آآ لما عرف عن منصة دفيو اصر اللي انه يقابل آآ رئيس الشركة ورأي والمسؤول عن هذه المنصة آآ كريس ريس وايضا آآ فريق العمل اللي معاه صار الاجتماع وكان اجتماع يعني قوي جدا ومثمر والان هم في مرحلة انفوضات آآ علشان الدكتور يضع عيادات الالتراضية في هذه المنصة. فايضا سألته سؤال دكتور انت بهذه القوة رابط ما بين الارض آآ وما بين طبعا هو رابط ايضا من قوته رابط ما بين الارض والفضاء يستطيع انه يتدخل جراحيا وطبيا لرواد الفضاء آآ في مراكبهم الفضائية واخذ ايضا شهادة من ناشا في هذا الموضوع فقلت له انت بهذه القوة دكتور رابط بين الارض والفضاء ورابط بين الدول والدول وتقدر تستطيع تسوي عمليات بهذه الدكة وبهذه التقنية بكل قوة عندك تجربة قوية وحقيقية وواقعية يعني اشي يخليك تجي للمنصة وليدة لازالت تحت الانشاء ولسا يعني العالم ما يعرف عنها فذكر لي بكلمة واحدة قال انا اريد الانتشار فانا عندي القوة اللي تساعدني على الاضافة لهذه المنصة اللي لتيها كل مقومات النجاح وكل مقومات القوة وايضا آآ هي بتساعدني اني اوصل للعالم من خلال هذه المنصة فالدكتور العام مهند الانصاري يعني مرحلة المفاوضات مع شركة بإذن الله لإضافة آآ آآ ايكونة آآ عياداتها الافتراضية ان شاء الله في هذه المنصة فالطب سبحان الله تأثر تأثر كبير جدا بهذه التقنيات وكل المجالات حيكون لها تأثير كوي كوي جدا آآ من خلال هذه التقنيات القوية القادمة تقنيات البنيتافيرس ينقصين العوالم الافتراضية. الله يزيخ خير مروان ما قسرت انا بس اي جبت اي اي اه ام مروان عشان المانيا والطب وقت آآ تم شراء آآ المانيا ستة اربعين في المئة من اسهم المانيا خلصت انزل الان الى ال الى الى اليابان وقوة اليابان اليابان واحد وستين في المئة من اسهم اليابان خلصت آآ انزل كمان حننزل حننزل نشوف الدول نعم عندنا ايضا كوريا الجنوبية آآ انا سمعت كلام قوي جدا عن كوريا وتقدمها آآ عفوا كوريا كوريا جنوبية مش شمالية تقدمها يعني حاطين اربعة الاف سهم اللي خلص الان الخمس تقريبا عشرين في المئة آآ وكوريا تعتبر من الدول التي ينصحون بشرائها آآ كمان عندك الارجنتين آآ اربعة وثمانين في المئة من اسهم الارجنتين آآ خلصت وكمان عندك الاندونيسيا تمام تقريبا طرعشر في المئة خلص من اندونيسيا آآ اندونيسيا بالذات يعني آآ وحتى لو كان سهمها رخيص لكن آآ كم عندنا اندونيسي او اندونيسية خارج اندونيسيا يحبون يحضرون فعاليات اندونيسيا على هوى عن طريق النظارات فنتوقع اندونيسيا ايضا دولة قوية في مجال الاستثمار هذا المجال الاول اللي هو كلام تكم عنه اللي هو مجال المدن تعالوا نأخذ الان مجال المدن مجال الاستثمار في المدن هذه المدن شايفينها ماذا نقصد ركزوا معي الان كلام مرة قوية المدن الشركة الشركة قد نزلت مدن مرة قوية وخلصت لاحظوا نزلت برشلونة ولكن يعني الا اوكي لحظة لحظة نزلت برشلونة ولكن خلاص البيع مئة في المئة دم البيع نزلت اه مصر تمام ولكن مصر انتهى الآن القاهرة تسعين في المئة باقي القاهرة الى البارح وسعرها مئة وخمسة وعشرين يورو اليوم سعرها مئتين وخمسين يورو لكن تسعين في المئة من القاهرة خلصت دبي خلصت تمام مئة في المئة تم الشراء في دبي طيب نيويورك نيويورك خمسة وثمانين في المئة من نيويورك خلص طيب باريس خلصت كلها خلاص انتهت مئة في بس لاحظوا أن نيويورك والقاهرة ثلاثية برضو تأخذ ثلاث ثلاث أبعاد فيها الأسهم حوض كون تمام أيضا روما خلصت في إيطاليا إذن الاستثمار الآن موجود عندنا في مجال المدن في القاهرة ونيويورك أي شيء في القاهرة ونيويورك طبي سياحي اقتصادي تسويقي عقاري ألعاب أي شيء يدخل في أستثمارك إذا انتشريت في هذه المدن والحقيقة أنا ما كنت تتوقع القاهرة ونيويورك كنت أكاد كنت مجزم بإسطنبول لكن هل صار في إسطنبول مرة الأخيرة التفجير هذا خلت الشركة تلغي الله أعلم ممكن أكون أنا مخطئ فأنا بس لكن أعتقد القاهرة تم اختيارها من أجل الأهرام ونيويورك معلم معلم الاستفاد والسياحة على مستوى العالم تمام جانب آخر المجالات ما هي المجالات؟ المجالات بداية كل شهر الشركة تنزل مجالات نزلت مجال السفر والسياحة تم البيع عشرة آلاف وحدة تم البيع نزلت مجال الرياضة والترفيه عشرة آلاف وحدة تم البيع فسينزلوا مجال قادم في بداية الشهر الجاي فالآن إذا أردت أن تستثمر ادخل هنا وابحث. ولكن هذا العرض اه هذا العرض اللي قدامكم اللي اعطيتكم حق البدن والدول محدد بايام الحوض الرياضي. بقى اربع عشر يوم لكن نفضوا فيه خلصوه في يوم واحد. خلاص هذا انتهى في يوم او يوم ونص انتهى عشرة الاف وحدة في الرياضة الثانية. في يوم واحد. فهنا عندك اه 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 اضعاف ارجعتين المانيا اله اليونان. بقى اربع عشر يوم من هذا العرض. واذا دخلت على الموقع هذا تستطيع ان تشتريه. لكن اقول اه اه يعني بعض الناس يقولوا فاتنا الدول. اذا فاتتك دول لا تفوتك الدول الاخرى. طيب. اه ما عليش طولت في النقطة هذه الاهمية. واحد يقول هل ممكن اشتري اسهم من السعودية? انك تشتري اصول من السعودية او من فرنسا او الدول اللي قلت خلصت من خلال الموقع? لا ما تحصل. لكن ايش? ممكن لما يطلق المشروع اذا اطلق المشروع. بعدين يجوا الناس بقى يبيعون اسهمهم ممكن يكون في 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 مجال للبيع. لكن انتبه. اسهم السعودية السهمة الواحد كانت خمسة الاف. اذا باعوا منك خمسين الف مئة الف اشتري. ليش اقول لكم الان الان اشتروا. حتى اليمن. اللي الناس بيستهنين فيها. اذا سهمها الان مية وخمسة وعشرين يورو. صاحبها بعدين لان يبيعها منك باقل من اه خمسة الاف ستة الاف عشر الاف يورو. ليش? ام لا? اصوله. هو حر. يبغي يبيع عصوله. تلحقوا اشتروا الان ما الاشياء اللي عرضها الشركة للبيع اكبر كمية اشتروها. اه يعني اه سؤال دائما تكرر هل اطلع قرض اشتري? انا ضد اي انسان يرهق نفسه. اذا كان هذا القرض يرهقك يرهق اسرتك وبيتك وديون وصلاع عوذ بالله من غلبة الدين والرجال لا والله ما انصحك. اشتري ارخص شيء. اما اذا كان هذا القرض لا والله. على قولهم قبصة في قرنطور. ما يأثر ما يأثر فيك شيء. لا والله. اشتري وتوكل الله باكبر كمية تستطيع ان تشتري اصول. وحيكون يعني آآ آآ في سؤال. معلش? انا انا متأكد ان هذا السؤال موجود في الاسئلة لو اقراها. لكن هسأله الان. طيب هل الشركة تعاقدت الان مع السعودية? هل الشركة تعاقدت مع هذه الدول? لا مش ما تحسب بالطريقة هذه. هي تحسب كيف? على سبيل المثال ردسي مول في جدة. سوق كبير. تواصله هو الشركة. يبقون يركبون كاميرا ثلاثمائة وستين في المولات. في المول هذا. تمام? هذا المول هذا الردسي مول له جهة تابعة اشية وزارة التجارة. فحيخضع للاستثمار لمعايير وزارة التجارة اللي لها ممثل في مجلس الوزراء اللي هو الدولة. لا حتوقع من شركتنا تروح لمجلس الوزراء ولا تروح لصندوق الاستمارات ولا تروح الهيئة الملكية. لا يا عمي لا. بيزنس تجارة. برج الفيصلية. برج المملكة. الاستاذ الملك فهد. في 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 الرياضة. يخي في في لها مرجعية. وزارة الرياضة. فبالطريقة هذه. لكن اعطيكم مثال. خلونا اعطيكم مثالين. مثالين. انا انا مسكان الرياض لكن اعطيكم اه مثال على 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 جدة. عندي عندي مولين كبيرة في جدة. مثلا مثلا ردس مول وعزيز مول. عزيز مول وقع مع الشركة. صاروا الناس من اي مكان في العالم يدخلون على عزيز مول ويشترون. فعزيز مول مع الزباين الناس اللي يوجفون في المواقف. زباين الناس من كل مستوى العالم. يدخلون. حيدخل عزيز مول حيحصل محلات تجارية افتراضية. ما لها موقع. بس لها موقع لانه في نظارات تصوير موجودة. تحصل واحد يبيع منتج عنده في البيت. بس هو غير موجود هذا هذا المنتج على 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 الجدران. لا لكنك اول ما تخش لابس النظارة ترى هذا المنتج يبيع منتج تدخل تشتري. فالاموال تتدفق على عزيز مول. من كل بلدان العالم. ايش حيسوي الريدس مول? هيبدأ الريدس مول هو اللي يتواصل. ويبدأ السلوق الثاني والبرج الثاني. وتبدأ الدائرة تنتشر بشكل كبير. جامعة واحدة بس. شوف بقية الجامعات. الان ممكن ممكن جامعة ملك سعود تخلي بروفوسور في امريكا عن طريق المنتفيرس. يدخل يحاضر للطلاب على الهواء بمبلغ بسيط جدا. وتبدأ الجامعات جيب اكبر اللي اللي يخلي الجامعات ما تجيب اكبر الكفاءات هو التكلفة المالية حقهم. الان حتجيب اكبر وتبدأ ينتجر في الجامعات. تنتجر في الاسواب في الملاعب. فهذا زي زي اللي بدأ بعدد بسيط ثم انفجر هذا العدد الكبير. هذا البزنس اللي حيكون مع الدول. اللي حيكون مع الجهات. اللي حيكون يعني. فلذلك لذلك آآ والله ما اقول لكم الا ما فعلته مع نفسي. يعني لي والاهلي وبناتي واولادي حتى الصغار. ليش اسأل الله سبحانه وتعالى يؤمن مستقبلهم. وتم عارفين مستقبل الوظائف الان في العالم بشكل عام. اوكي. اكون هنا انتهيت موضوع الاستثمار. هنتقل يعني كده اكملت الساعة بالضبط. اسمحوا لي في عشرين دقيقة. ادخل في المجال اللي انا كيف انا اخذت الفلاني. وكيف فلان اخذ المرسيدس. وكيف فلان اخذ الجوائز والساعة الهابلت. وكيف نكسب ارباح اسبوعية مجنونة. طبعا الارباح اسبوعية مش ارباح شهرية. وش رايكم? اجل البكرة. لانه اعطيكم بكرة مفاجعة. بكرة اعيد لكم ثلاث ساعات. اه فاكرين يوم قدمت لكم محاضرة ثلاث ساعة. مش محاضرة كانت يعني اه. وكثير طالبون ان نعيدها. فانا غدا الخميس ان شاء الله ساعيد هذه. منها الجزء الاول اتكلم فيه عن التسويق. وكيف تكسب هذه الارباح. يا شباب. في اناس يربحون في الاسبوع خمسين الف ريال من هذا المشروع. وفي اناس اكتر. وفي اناس خمسة الام ثلاثة الاف. وفي اناس الف خمسمية. وفي اناس مئة ريال في اناس صهر. من هذا المشروع? من هذا المشروع والله. ارباح مرقوية. دخلوا معنا اخوات في هذا المشروع خدماتهم المالية موقوفة. وضعوهم المالي تعبان. اليوم تبارك الله عليهم بسبب الاستثمار في هذا المشروع. وسبب اقبال الناس على المتفارس. وتسويق الفكرة. فانا عندي اقتراح حتى ما اطول عليكم. لانا باقي معي مجال الاسئلة. اسمحوا لي اشبك الشاحن. الا اه يعني في اناس حيستثمر. والله عنده راتبه. عنده بيزنس وما ما يبغى اسواك. ما يغي يسوبك. والله عنده الحمد لله. زي اللي شرعه. شرعه ارضو قال خليه خمس سنوات مش مشكلة. لا اهلا خليه شهر شهر. الشهر. السنة القادمة اكسب اللي بعدها. في ناس كده مرتاحين ماليا. بس في اناس لا. عندهم اقصار. عندهم التزامات. يبغي يزوجوا اولادهم. يبغي يغير بيته. يبغي يشترك. هذا المشروع. هذا المشروع حقق لنا ارادات جبارة. والمرات السابقة كنت اعرض لكم ارباحي. بعدها خاصموني بعض الشباب. قالوا والله ما نسمح لك. يعني اله وانا كنت اعرض ارباحنا وارباح الشباب وارباح البنات ونقول لكم كيف يكسبون كيف يكسبوا يعني اه نحن بالفضل الله خبرة اليوم نعلمكم. كلكم كيف الانسان استع tenure برأس مال بسيط. ممكن تدخل في هذا المشروع بالف ريال سعودي. ممكن باقل من الف ريال سعودي. ممكن تدخل بمليون ومليونين عشر مليون. فيو ناس دخلوا في هذا المشروع. والله مليون واكثر. وفي ناس دقوا في جلسة واحدة بنصة مليون. وفي ناس دخلوا بالف ريال وكسبانين مرتاحين موسوطين. هذا المشروع. لا يشترك رأس المال. يشترك رأس بلا مال. هذا التسويع. لكن الاستثمار لا يكون معك بزنس داخل بزنس انت ادخل والشركة ترسل لك على الايميل تعطيك يوزر ورقم سري وتتوكل غدا ان شاء الله ما عليك تسمحولي يعني قررنا واشرار لكم غدا ان شاء الله الساعة التاسعة مش تسعة ونص اسمعوني يا منسقات غدا الاعلان ساعة التاسعة الساعة التاسعة مساء سنبدأ اللقاء ساكمل معكم التسويق بصورة احترافية كيف الانسان يكسب كيف الانسان يغير ماله طبعا باذن الله انا سأعطيكم لادوات الاحترافية ونحن علينا السبب وعلى الرحمن النتيجة واملنا بالله كبير واسمحولي الان ادخل على مجال الاسئلة وشكرا لكم بحجم السماء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبدأ الاسئلة طبعا يا سيدات الله خلبيكم انا متورط سابقا كنت استطيع ان اوقف الكتابة الان ما استطيع اوقف الكتابة ممكن تعلموني كيف اوقف الكتابة طيب الاسئلة تجاوزت المئة السؤال معظمها مكرر انا عارف ومعظمها اجبت عليه فسأكون سريع في الاجابة الارباح شوفوا خلونا اكون واضح معكم متى تبدأ الارباح الناس يقولوا الشركة على الموعد ايش اللي صير الان في الموعد شوف يا اخوان الشركة هتبطاولها دي الله يخليكها شكرا خلق سكر يا احسن الام اعلان الشركة السابق على انه سيعلن سيطلق المشروع في شهر فبراير متزامن مع العيد السنوي للشركة الشركة عندها كل سنة في فبراير عندها المؤتمر السنوي حقه في نهاية فبراير طبعا كان منتج في الشركة الان فيو اصبح شركة فقالت الشركة صعب ان نطلع شركة مع مؤتمر شركة فقالوا خلاص خلوا مؤتمر سكسس فكتوري حيكون في فبراير ومؤتمر في فيو هذا الشهر اللي بعده على طول حتى يقول الملاك احنا ما احنا راجعين من من دبي حيكون موجودين حتى الشهر اللي بعده على طول حيكون مؤتمر ذفيو ويطلق ذفيو على مستوى العالم طيب ذفيو المؤتمر حقه اتوكى هيكون عشرين واحد وعشرين في العشر والاواخر من شهر مارس معناه هيطلق المشروع في واحد اربعة بين قوسين ان شاء الله بين قوسين ان شاء الله فممكن نقول يعني تقولوا للناس انه سيطلق المشروع في بداية الربع الاول من العام القادم هذا امنا في الله والسبب انهم ارادوا ان يفصلوا شركة فيو عن شركة اه السكسس فكتري تمام طيب اه انت واحد يقول يا اخي ليش ما تتكلم بالمختصر ما اتكلم بالمختصر لاني انا لما اجي اه اسوق شاورمة الناس يعرفون ايش معنى الشاورمة ولما اسوق معصلة ملابس الناس يعرفون ايش معنى معصلة ملابس ولما اجي اسوق كافي الناس يعرفون ايش معنى كافي لكن لما اجي اسوق متفيرس الناس يقولون يعرفون ايش معنى بتافيرس. هذا اللي خلينا اطول. اني اشرح الفكرة وبدأنا ادخل في مجال الاستثمار لا عدم تفرس. واحد يقول يا اخي انتم بقيتهم الشركة تطلع اعلانات. لا ما قلنا. لو طلعت اعلانات الشركة احنا نزعل. احنا نزعل لو طلعت اعلانات. الاعلان. ان الشركة تنزل اعلانات عن هذا المشروع. هذه الشيء زعلنا. وهي عارفة انه انه اه حريصة انه ما نزعل. ما نسمح لها اطلع اعلانات. متى اطلع اعلانات قلنا لكم ستطلع اعلانات بعد ما ينتهي البيع. يعني متى اول ما يطلق المشروع. مثلا الان تشغال البيع. شغال البيع الى قبل المؤتمر. ممكن قبل المؤتمر باسبوع يتوقف البيع كله. حتى لو كان دول ما خلصت انتهت يكتفون بالموجود. هنا الشركة تبدأ حملة اعلامية على مستوى العالم. لاستخدام فيه عشان نكسر. ومش انت اللي هتعلن. اطمن. انت مستثمر. مش هتعلن. الشركة هي التي ستعلن. تمام? اوكي. اللهم صلعه الله. اللهم صل على محمد. انا لا اتجاهل الاسئلة. انا قلت لكم في البدايات. اه 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 وين الضمانات الشركة? شوفوا. الضمانات نوعين. الضمانات نوعين. ضمانة رأس المال وضمانة الارباح. ودخلنا في الحرام ودخلنا في الربع. اي واحد يدخلك في شركة يقول لك اضمن لك الارباح. واضمن لك رأس المال. استعيد بالله من الشيطان وعطيه ظهرك. ضمانة ان الشركة اه شركة موثوقة وشركة قوية. مش عارف كيف عاد اضمن لك. لما قل لك الشركة سجلات الجارية موجودة. والشركة مكراتها موجودة. وتراخيصها موجودة. وعملاءها موجودين. وملاكها معروفين. والمسوكين معروفين. وكل كل شيء في الشركة انت تتو. اذا شركة فيزا فيزا بطاقة فيزا. وافقت ان يكون شعار الشركة مع شعار فيزا في البطاقة. ايش معناها? يعني شركة فيزا غبية. بالدرجة هذه. بنك البيرفيكت ماني غبي ما يفهم. شركة انفيدو. صاحبة الاسم السوق القوي. تسمح الاسم هيروح مع شركات غير مضمونة? اعتقد. في الاخير هو هو الله الباقي الوحيد. نحن نعمل بالاسباب. لكن كل الاسباب. خلينا انا اطمئن. اعتقد انها موجودة. انا موجود في امريكا مقرنا في اه. في جورجيا. في اطلنطا. تمام? ومقرها موجود. وتواصل معنا اه الشخص اللي اعطاك الرابط الان. تواصل من خلاله. ممكن نعطيكم مقرهم. بالطبط زورهم. وكان عندهم حفل قبل اسبوعين افتتاح. وحضر من طرفنا المهندس العميد اه اللحاق والله نشيت اسمه. هو ولده. ولده اظه المهندس درس ايضا في امريكا. كلنا حضروا الحفل. وسووا مقاطع الفيديو من حفل افتتاح. فبيمكانك انك تزور مقرهم من حقك. طيب اه الله ارفع صوتي يرحم امك يشيخ. بطاقة فيزا نعم. اي اي مكان اي تي ام يستخدم الفيزا بيمكانك ان تسحب فيه الارباح. اه كيف اسحب من الفيزا? ما تسحب من الفيزا? من صرافة من المكاين. اخوان في اسئلة فنية للناس اشتروا سابقا وعندهم كده. تواصلوا مع بلايناتكم ساعدكم. بالنسبة للمجالات ودخول العقارات والالعاب ومواعيدها وكده. آآ ننتظر توضيح ان شاء الله من الشركة فيها باذن الله. وهي اذا قالت كلمة في القالب دقيقين في الكلمات. وانت عارفين مجتمع التقني مجتمع متغير. آآ طريقة الاشتراك اوه هذا مرة مهم. هذا مرة مهم. اسمعوا بالله. واحد يقول كيف اشترك? ما هي الطريقة التي اشترك فيها? اوكي. آآ مين الشخص اللي اعطاك رابطة زوم تحضر معنا هنا? هذا سؤال مرة مهم وخطير. في واحد كان سبب في انك حضرت معانا الان. مين الشخص اللي اعطاك رابطة زوم لك تحضر هنا? الشخص اللي اعطاك رابطة زوم ارجع له. ارجع له. هو هيعطيك رابط الشركة الخاص بك انت. تدخل وتسجل فيه. واحد يقول لا انا حدخل عن طريقة النت واسجل. لا ما تحصل. لا يمكن ان تسجل عن طريقة النت ابدا. واذا لقيت في النت رابط للتسجيل انتبه. انت مع واحد امريكي ولا في ايران ولا في اي مكان انت مسجل معه. سجل مع الشخص اللي دعاك المشروع سيعطيك رابط اطبع رابط الاحالة. رابط الشركة. تمام? آآ شركة ليس لها علاقة بالهيئات المالية وليس لها علاقة بالبورصة وليس لها علاقة بالتداول. شي له هذا ما تقصد. آآ اوكي. تحيي الله الدكتور خلود. الله يحييك. تبقى تدخل? اكرر كتير تقاري جيني كيف ادخل. الشخص اللي اعطاك الشخص اللي اعطاك اللي اعطاك الرابط الزوم. محمد حكمي يقول النظار تساعد على الخمول والكثل. يا عمي يا هو انت يا حكمي يا نشيط. مين قل لك يا شيخ? والله تلبس النظارة. وتدخل في مجال الالعاب انك تطيح وتعرق. والكرشة حقك تروح. آآ وان كوين ونيلز اللي آآ هذه هي كذبة آآ قالها قالها شخص. وفآ ما بغى اذكر اسمه. فهذه من الكذبات الموجودة غير حقيقة. وطلبناهم يثبتوا ولم يستطيع ان يثبتوا ذلك. طيب. آآ لماذا اليمن انت ركزت عليها? اليمن من البلدان الذي لا تستطيع انت زورها في زيائهم جسدك. ولكن بلد حضارة. بلد عجيب. بلد رهيب. انا اعرف اليمن جيدا. انا من سكان جيزان. وجيزان آآ ملتصقة باليمن. حتى لهجتنا قريبة مع مع الاخوة اليمنيين. فاليمن بلد مرة مرة قوي. واتوقع هتكون من اقوى الدول زيارة. شوفوا الدول التي ما تجدوا تزورها يعني اليمن كولومبيا اللي فيها حروب وكذا. هتكون من اكثر الدول استثمار. وبعدين تعالي شوف لي كم عندي اخ يمني او اخت يمنية برا برا اليمن. ملايين. وكلهم عشاق. مو يحبوا اليمن يعشقوا تراب اليمن. هتخيل بس ايش حيسوهم. فانا ارى ارام من البلدان اللي التي حيكون فيها ست مرة عادية. آآ اليورو اليوم تقريبا واحد فاصلة ثمانية او واحد فاصلة تسعة ارتفع والله ريال سعودية. ثلاثة فاصلة تسعين. تسعة ها? كويس. يا اخوان الله خليكم في اسئلة كثيرة تفصيلية. ترجمة شخص رجح لك سعود. اذا كان الشخص تفضل. ثلاثة فاصلة تسعة. عفوا. عفوا. عسف. 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 ثلاثة فاصلة تسعة. الله جبت العيدة ومروان. اوكي. اقول فيه اشياء تفصيلية اسألوا الاشخاص اذا اذا ما يعرفوا نسجلوك احنا نسجلك. احنا نساعدها. الاشخاص الجدد لا ما راح عليهم كل شي. اطمن. رأي باقي اشياء قوية. باقي اليابان يا عمي. باقي باقي بريطانيا. باقي المانيا. باقي باقي نيوزلندا. باقي اه اه اضمن استراليا اضمن خلصت استراليا. باقي نيويورك. فيه اشياء مرة 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 كبيرة باقية. لا تقول لا لا لا. لا ابد ابد. اه احنا بالنسبة للطب احنا الاسبوع الماضي او اللي قبله. ابو مروان. استضفنا الطبيب نفسه. نفس الطبيب مهند الانصاري اللي يسوي عمليات بالمتافيس. استضفناه هنا في الزوم. الله العظيم جنننا يا شيخ. جنننا. ونزل ابو مروان نزل لي بالله نزل لي بالله اه حساباته. واقع تواصل حقه هنا في الرسائل. واحد يقول ابو مروان والله انكم تضحقون علينا لا يمكن احد يعمل عملية جراحية عن بعد. اش رايك ابو مروان? اقول محمد عادل سهلة. موصله بالدكتور فقط ويتواصل معاه ويدخل على اليوتيوب يشوفها بعينه. بقوا معينه. كل سهولة. يا سلام. اقول لك. ما نكلم من فراغة هنكلم من واقع من حقيقة ومن شيء ملموس شفناه وعيشناه. انا شفصيا زرت المستشفى وشفت الدكتور وعملت معاه مقابلة. وايضا الدكتور حضر للمؤتمر ابو ظبي وقابل كريس وقابل مجموعة من من الشباب زي احمد عزيري والعميد فهد والعميد اه حمد وقابلوا الدكتور. يعني هذا شيء موجود ما نجيب شيء من الخيالة. حاجة موجودة. فانا حرسل الان على الرسائل اليوتيوب اه قناة الدكتور والتواصل الاجتماعي حقه وهذا الشخص اذا يبغى يتواصل معي اعطي رقم الدكتور يتواصل معه وممكن يزوره في في دبي ويشوف شيء بنفس يعني. ما يحتاج. عقلية المقاومة اه شركة لما جاء جوال اللمس قالت هذا موابط مراهقين. يضحكوا عليكم. وين بلاك بيري اليوم. اه لا تقاوم. كان جدي وجدك يسافر بالجمل شهرين عشان يحج. الان بساعة. لو كلمتهم زمان. كان يقول لك اه اضحكوا عليك انت مجنون. لا يمكن احد يطير. ارجوكم التقنية. عقولكم اه لا تكون عائق لكم في مسألة انك تاخذ قرار. اليوم عصر الجنون. اه سامحوني الاسئلة كثيرة لكن اسألوا اشخاص. هنلتك يا بكرة غدا التسويق التسويق. يا شباب اللي يقول كيف اكسب زيكم والله اخوان لو تعرفون احنا كيف كسبنا نجحنا نجاح كبير. نحن اليوم اقوى ناس على مستوى العالم. يعني اتمنى انكم بكرة تحضروا اللقاء ساتكلم عن التسويق بالتفصيل وسانقل لكم الخبرة. لن انقل لكم النظريات. سانقل لكم الخبرة اللي عشناها. وسيشاركوني اه في المداخلات بعض الاخوة والاخوات اللي حصل. شو هذا الاستاذ وعد تتكلم. هذا الاستاذ وعد سامعين صوتها هذي. هذي حصل على شقة اه تمليك في دبي. وحصل على سيارتين مرسيدس. من الشركة هذة. وعندها ارادات مالية رائعة. وعندها فريق قوي ضارب وهي موجودة عضو سي او سي. اه الاستاذ مريم حكمي من جيزان. عندها شقة تمليك في دبي. عندها سيارة مرسيدس. عندها تعطي الشركة قيمة الساعة مئة الف ريال سعودي. يعني غير الارادات وغير الارباح المالية. يعني ما بغى اتكلم اذكر اذكر الاسماء. لكن كلنا دخلنا في هذا المشروع والله ما نعرف شي. ما نعرف شي. لكن تعلمنا وانطلقنا. تفضلي امروان? كنت حتقول شي? لا لا ما كنت ممكن استاذا وعد كانت تقول شي. كنت بس ابلغ عن الباقة الاضافية اللي هو يعني في اشخاص كثير ما يعني في البزنس والاستثمار. انه ما وصلتهم هذا المعلومة. فود انا نوصلها لهم. الله يزاك خير. وصليها وصليها. اه يعني اه في اي شخص مثلا دخل معنا اليوم او امس او قبل يعني وهذا فعلا عرض يستفيد منه الجميع. اه في اصوله في زيادة الاصول اللي هو قاعد يشتري فيها. مجرد انه ياخد باقة بياخد الباقة الاضافية وهذه يعني في نهاية شهر احد عشر اه راح ينتهي هذا العرض وهذا جميل. انا 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 داخل معاك وانت عشان اه تجيبين على الاسئلة. وعد انا الان حدفع الف يورو عشان اشتري المانيا. تمام? او الف يورو عشان اشتري اليابان. اه اه قولي لي كيف استفيد من الباقة? الباقة مجرد الواحد شراء سواء بالفيزة سواء باليورو اه ام مع الاشخاص اللي دخلوهم او دعوهم راح تضاف له يطلع له رابط اضافي في الاكاونت تبعه او الحساب اللي تم فتحه بعد ما يتم الشراء في هذا الباقة لانه كثير فعلا قاعد يجهلها هو شراء في بطاقة الفيزة بس وطلع له ذا الرابط ما يعرفوش اهميته هذا الرابط. اوه. اوه جميل. وعندنا فعلا يعني كذا اكاونت من الاشخاص اللي ما شاء الله في معنى واحد دخل اه قبل امس يمكن بمبلغ قوي يعني اه خمسة وعشرين الف تقريبا وشراء بالفيزة وطلعت عنده اللي هي خمسة روابط كاملة للباقات او اه تقريبا هو يعني هذا المبلغ اه اه ظهرت له ما يعرف انه تفعله اوه باقة اضافية خمسة كاملقات تقريبا. لحظة لحظة. عليك معنا لحظة. الان هو اشترب الف يورو الشركة تعطيها الف يورو اضافيا. صحيح. بمنخص الف يورو ولا اقل? اه باباا. رخصة طراب. بداكن برخصة طراب فيها طبعا مبلغ رمزي حيكون وبعضهم إضافية كاملة لحظة لحظة معلش أنا حقاطعك صحيحيني المعلومة الآن أنا عندي ألف يورو هشتري ألمانيا تقوم الشركة تعطيني ألف يورو ممكن أشتري فيه اليابان صحيح يا دكتور يعني الواحد يأخذ الدولتين وبنفسه فعلا الدولتين لكن لي عنده مثلا إمكانية أنه يدفع ألفين يورو فقط ألف يورو فهو بيدفع الألف يورو والثانية بيأخذها إضافية من الشركة وعرض جميل استفاد هذه خصصها اليابان وهذه خصصها المالية يا سلام لحظة لحظة خليك معايا الحين أنا عندي مئتين وخمسين يورو أبقى أشتري القاهرة هل يعطوني مئتين وخمسين يورو باقة إضافية أشتري فيها نيورو إيه دكتور صحيح أنه يأخذ هذا الباقة بل إضافة أنه يأخذ مقابلها باقة إضافية بنفس القيمة يأخذ بقيمة أقل أو بقيمة أعلى لا نفس الباقة هي تدرج في الأكاونت وتكون عنده مكسب كبير في الأصول وزيادة أصوله في الوحدات حق العالم إلى متى يستمر هذا العرض؟ ثلاثين وحدعش نهايته يعني مشيئة الله ويمكن في كثير يجهل هذا التاريخ لأنه أشخاص يجيك يوم ثلاثين أحد عشر فإحنا نقول لهم من الآن الواحد بما أنه العرض بين يديه وجميل ويقدر يستفيد منه ليه يترك نفسه الآخر شيء لأنه آخر يومين دائما يكون عنده تحديثات على النظام فيها أشخاص ضغط ما شاء الله مشتريات مهولة تبارك الرحمن فما يمكن يلحق هذا العرض فليش من الآن ما يستفيد فعلا من الباقة الإضافية يا سلام عليك يا سلام يا جمالات هذا موضوع مرة مهم يعني مثلا الآن أنا عندي بس مئتين وخمسين يورو بدل ما أشتري فيها القاهرة أستطيع أشتري فيها القاهرة وينور أنا عندي الآن خمسمائة يورو أشتري فيها بدل ما أشتري فيها اليونان يونان ودولة ثانية بخمسمائة يورو يعني الآن عندي الآن ألمانيا واليابان أنا ممكن بألف يورو أشتري ألمانيا واليابان بس أدفع مبلغ بسيط جدا إضافي كده صح؟ صحيح هذا شي جميل يعني كأنك تشتري بألفين يورو وأنت شارب ألف يورو أشياء بسيطة أشكرك 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 هذه حاجة مهمة وإلحقوا العروض أنا أعرف أن الشركة الآن سوت عروض ما قلت سوت هذا العروض من يوم نشأت الشركة لأول مرة سوية وحينتهي العرض نهاية الشعب لكن بكرة أشكرك لكم العقوب أبغبين قوة هذا العرض أبغبين قوة هذا العرض بس بمثال على باقة الألفين باقة الألفين لو شراها الواحد هيشتريها بحدود يعني تسعة لف ريال فرض تمام؟ هتعطيه ميتين وخمسة وعشرين وحدة في الحوض الكون لو دفع زيادة تقريبا ألف ريال يعني وصلها إلى عشر آلاف ريال وأخذ باقتين أبو ألفين حتوصله إلى أربعمية وخمسين وحدة داخل الحوض الكون احنا كنا زمان أول ما بدأ هذا المشروع كنا نشتري عشر باقات أبو ألف يورو حتى نصل إلى هذا هذا العدد من الوحدات حتى نصل إلى أربعمية وعشرين كان فيه عرض الدبل بس حتى نصل إلى أربعمية وعشرين وحدة كنا نشتري عشر باقات أبو ألف يورو يعني عشرة في أربعة ونصف يعني حوالي خمسة واربعين ألف حتى نحصل على أربعمية وعشرين وحدة الآن بعشر آلاف ريال تقريبا تحصل على أربعمية وخمسين وحدة هذه هي قوة قوة العرض وقيس على ذلك بقية الباقات فالفعلا العرض قوي جدا جدا وما يقارن يعني بأي عروض سابقة بدأت من يوم بدأنا في هذا المشروع من بداية عشرين وحدة وعشرين طيب يابو مروان أنا عندي الآن الألفين يورو ممكن نقول بعشر آلاف يعني ممكن لزوت عليها أنا مئة وخمسين ريال ممكن كأني شرعت بلعشرين ألف ريال صحيح؟ كيف كيف؟ الباق الآن بسعر اليورو تقريبا تصل حوالي تسع آلاف ريال وتسع آلاف ريال كميلها بالسعر رمزي يمكن مئة يورو زيادة يعني حوالي اربعمية ريال ولا خمسميت ريال ولا حتى ألف ريال زيادة توصلها إلى عشر آلاف ريال العشر آلاف ريال هذه هتجيب لك باقتين أبو ألفين يعني عدد إجمالي أربعمية وخمسين وحدة بس عشان أبين قوة هذا العرض إحنا كنا كلنا مرت علينا سواء أنت دكتور أو اللي سمعني من القديمين كنا نشتري مثلا حتى نصل إلى 420 وحدة في الحوض العالمي ذي كالأيام والآن في الحوض الكوني كنا نشتري 10 وحدات أبو ألف يورو تمام حتى نصل إلى كل ألف تعطيني 42 كل ألف تعطيني 42 بعشرة في 42 420 نشتريها بكم نشتريها بـ 45 ألف ريال الآن بعشرة ألاف ريال أو حولها تأخذ 450 وحدة في الحوض الكوني هذه قوة العرض أحسنت يا أبو مروان أحسنت يا سيدة وعد أشكركم شكرا جزيلا شباب الله يخليكم أنا ما بغير أطول على كذا الأسئلة والله العظيم كثيرة جدا جدا يعني لكن معظم الأسئلة إما تفصيلية ستعرفوها من خلال الشخص اللي دعاك المشروع أو يعني مش في مجال اللقاء اليوم لذلك كان هذا اللقاء عام لما تخشوا معنا جروبات الواتس أب طبعا من اللي يخشوا جروبات الواتس أب اللي يخشون جروبات الواتس أب معنا هما الأشياء اللي يشتروا خلاص ندخلهم الجروبات ونبدأ ندربهم من الداخل فيتعلمون كل شيء من داخل المشروع ويدخل على صفحته ويتعلم كل شيء طولت عليكم يا سادة الكرام أدعوكم إلى لقاء الغد حيكون في تفصيلات مركوية إن شاء الله إلحقوا العروب شد حيالكم أشكركم شكرا جدا 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 بحجم السماء فخور بكم نصيحتين أختم بها الإخوة أنتم اللي أرسلتم الزوم للناس عشان يحضرون أرجوكم مش تخلوهم تواصلوا معهم عندهم أسئلة عندهم استفسار لا تتقلون على الناس قلناك ما أبغى أدخل خلاص لا مش تزعل منه هذا قراره هذا فلوسه هذا حلاله بس أنتم أهم شيء أنك توضحوا للناس وأقولوا للناس حسنة أعطوا الناس الكلام الحلو الحسن الجميل يبغى يدخل يبعدوا عن بالغات وتكون وتكون أبعدوا عنها أعطوهم الشيء الحقيقي الواقع يعني دخلوهم في جو المعرفات الحقيقية عشان اتخذ قراره على ضوء مبني صحيح واستخير الله سبحانه وتعالى أنتم الأشخاص اللي حاطرين معنا لأول مرة أنت عندك الآن كده صفايات الفلترات الفلتر الأول أرجوك زيد معلوماتك اسأل أبلايناتك اطمئن إذا طمئنت المشروع صلى ركعتين استخير رب العالمين اتوكل على الله المشروع قوي جدا لا يفوتكم العروض قوية الدول جازة تخلص المدن جازة تخلص شوفوا القاهرة الآن الليلة الليلة وبكرة بالكثير القاهرة خلصت المكان في الوحيد في العالم في هذه الأهرام هي القاهرة فخلصت انتهت يعني إذا انتهت ما تحصلها إلا من الملة الملة كيتحكمون في السعر نيويورك بكرة بعده ثلاثة ايام او اربع أيام انتهت نيويورك كما انتهت الدول السابقة المدن السابقة ادخلوا استعينوا بالله استخيروا رب العالمين شكرا لكم بحجم السماء وحجبكم اعتزد بكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونلتقي قادم إن شاء الله